السلام عليكم ورحمة الله بدرس اليوم رح نحكي عن موضوعين فرعيين الموضوع الأول هو الفرق بين الحاشية السفلية والتعليق الختامي الموضوع الثاني كيف منعمل أرقام الحواشية السفلية مثل ما نكم شايفينها قدامكم خلينا نبلش النقطة الأولى يلي هي ما الفرق بين الحاشية السفلية والتعليق الختامي بطبيعة الحال نحن في عنا درس كامل عن الحواشية السفلية بتلاقوه بصندوق الوصف تبع هذا الفيديو باختصار منقول ان الحاشية السفلية هي عبارة عن شرح لكلمي غير واضحة في المتن بدك تشرحها تحت واختصارها كان التو كنترول وإف بتدرج رقم فوق وبتنزلك لتحت مشان تكتب شرح الكلمة اللي بدك إياها إذن وين منحط شرح الكلمية اللي بدنا إياها بأسفل الصفحة هاي اللي اسم الحاشية السفلية أما التعليق الختامي هو نفسه تماما لكن يدرج شرح الكلمة غير الواضحة في نهاية البحث لحظة هون لما رح ادرج تعليق ختامي أخذني لنهاية المستند وممكن هون ادرج تعليق ختامي اللي هو شرح لهاي الكلمة طيب متى نستخدم الحاشية السفلية ومتى نستخدم التعليق الختامي هذا الموضوع راجع للكاتب لكن بشكل عام إذا كان شرح الكلمة هي عبارة عن كلمة أو كلمتين أو جملة فنستخدم الحاشية السفلية أما إذا بدك تكتب فقرة كاملة وكان بحثك كله عبارة عن 3 أربع صفحات فلأ أجلها لنهاية البحث وعملها تعليق ختامي بدل الحاشية السفلية ولا مانع من أن تستعمل حواشية سفلية وتعليقات ختامية في مستندك الموضوع الثاني اللي بدنا نحكي عنه يا جماعة لحظهم في عنا عدد من أرقام الحواشية السفلية لكن محطوطة سادة تماما بدون أي أقواص ونحن بدنا إياها بأقواص فكيف منعملها بأقواص خصوصا إذا كان مستندنا عبارة عن مئات الصفحات وبدنا نبدلهم كلهم بشكل أوتوماتيكي منكبس الزر من الكيبورد منكتب بالفراغ العلوي هاي الإشارة يلي هي شفت ورقم ستة مع حرف الاف صغير ومنكتب بالفراغ التحتاني شكلي القوسين يلي بدنا إياهم هني مثلا ممكن يكونوا هيك ممكن يكونوا مثلا هيك ما إلى ذلك منكتب شكلي القوسين يلي بدنا إياهم وضمن القوسين منحط نفس الإشارة يلي هي شفت وستة مع إشارة الأند يلي هي شفت وسبعة ونقول له استبدال الكل منلاحظ أجرى جميع الاستبدالات واستبدال كل أرقام الحواشة السفلية بأرقام حواشة سفلية لها أقواس خلونا نجرب مرة ثانية نضغط Ctrl H ونكتب في هذه الإشارة اللي هي شفته رقم 6 مع F بحرف صغير ونكتب بالفراغ التحتاني نفس الإشارات اللي حطيناه لكن مع تبديل الأقواس ورح نقوله استبدال الكل لاحظوا أيضا أجرى الاستبدالات وحط الأقواس اللي حطيناها ما كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتشاركوا هذا الزر مع أصدقائكم وتفعلوا زر الجرس ليوصنكم كل جديد